ورجعنا لكو تاني واخر فكرة مطبخ من احلى الاحلى وطالما مطبخ من احلى الاحلى يبقى لازم الحاجات تبقى شوية كده النهاردة هصدمكو هنعمل حووشي اسكندراني بس بطريقة مخففة صح يا شف؟ عشان هنحب كل الناس بارطايا زيك يا شف عامل عامل ايه؟ تقول لنا بقى مكونات الحووشي الاسكندراني ده؟ مكونات الحووشي اسكندراني حضرتك بناء عجين الدعي شوفان أوكي أو حبة كاملة ومعانا اللحمة المفرومة بتاخد الحاجات بتاعتها وحضرتك بتتعصج وتتفرد في العيش معانا حبة البركة معانا سمسم معانا فلفل الوان للتزيين معانا التوابل بتاعته ملح فلفل بوهار هنا جبنة متزرلة للحشو وفلفل الوان طيب حلو قوي ابدأ يا شف كده ابدأ ايه الفرق طيب ما بين لا انت ابدأ مليكش دعوبي يجي دعوبي خالص ايه الفرق ما بين الحووشي اسكندراني والحووشي العادي الحووشي العادي حضرتك بتعامل في عيش مصري أصمر انما الحووشي الاسكندراني بيتعامل بالعجين والعجين والعجين دي لما بتعمل لازم تتخمر شوية لازم تخمر تخمر ولا ايه لازم تخمر شوية علشان ونفضل هوا اللي في العجين ده بياخد وقت قد ايه ده بياخد وقت في التصنيع هنا بياخد شوية انه بياخد وقت في الفرن بياخد حوالي تلت ساعة طب انت يا شاف يعني ما قلت ليش تفضلي عجيني ولا من مرة اللي فاتت يعني لا تفضلي يا فرق تعالي حضرتك اهو هاي بص حضرتك عجينة تانية اهي طب ماشي ديني كلامس طيب ولا ايه 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 احاق اوكي بس هتا بعيد كده وهوم لك انا ايه شكرا يلا يعجلين انت شوية كده على بقى الملبس ده انا هتبريدي زي ما انا بفرد كده الله يا شاف انت بتعلمني حاجات انا عملي ما عملتها طب بقولك يا شاف اللحمة المفرومة دي فيها دهون كتيرة ولا دي لا ما فيهاش دهون كتير ما فيهاش دهون كتير بس فيه انواع لحم عصد دايما لما بروح اشتري لحم يقولي عايزة لحم مفرومة بدهون ولا مدهون عملي ما بفهم هو بيقولي كده ليه فبقوله من غير دهون وخلاص هو الدهون عمتا حضرتك بتعمل جوس في الحاجة وسانية بتبص حضرتك الجوس وبعدين بتاخدي الدهان بتاع الريحة الضاني او الكلام دي ايوة يعني انا دلوقتي لما يقولي اقوله من غير جوس يعني انا بجد ده سؤال ليه فعلا انا اخذ دي الاول اه اخذ دي حضرتك افريدها زي ما انا فردتها كده اوكي طب اه اه شاف بجد يعني اللي فيها دهون دي بتتعامل بيها مثلا لحم مفرومة بتعامل بتعامل بيها اللحم العصاج اه بتعامل بيها كفتة اه والكفتة بس هتاخد سنة بيكن بودر حاجة بسيطة عشان تعمل عرقلة ياما لو نستغنى على البيكن بودر خالص هنحط نزوة صغيرة من اللحمة الجملة طب هي دي بتلف معي ليه مأ عشان انت يا حضرتك بتضغطي عليه ما انت قلتلي قبل كده اضغطي عليه لا سبني بقى لو سمعت سبني بقى خفيف كده اهو اهو يا شاف شايف ايوا فاني انا هعمل بتاعت وانت هتعمل بتاعتك طب الشح للناس بتعمل ايه كده انا كده بحط اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة ممتعة عصاجة جاهزة بيكون مع عصاجينها احنا بالبصل والتوابل اوكي وايه الفرق ما بين الديق العادي وديق الشفان وديق حبة البركة لا مرسموهش حبة البركة اسمه ايه دي ايه دي لوز اه ايه الفرق بقى اللي حضرتك الفرق بين ده وبين ده انه هو ديق الشفان خفيف ومش ونسبة النشوات فيه اقل اوكي انما ديق اللي هو البلد العادي ده من حبة الامر طب بقول لي يا شاف يعني بجد السعرات الحارية هتختلف عن لو عملناه بالطريعة العادية صح؟ اه بس ده مش بتعضايت قوي اه لا بتعضايت بتعضايت اه شوفي انا حضرتك اوكي ماشي انا محسروك قوي يا شاف طب هي كده كويس بس ليه مش طالعه مدورة اعمل لأ انا العمل اه اما تاخدي كده وتاخدي كده حضرتك هتدور مع حضرتك اوكي احط عليها دقيق تاني شوفت انا عرفت ان محتاجين بيه طب شاف الاكلة دي يعني خلاص كده بناكل جنبها حاجة ولا كده تمام لا هي كده تمام انت ممكن تاخدي جنبها طحينة ليه طحينة لا 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 بلاش طحينة يا شاف طب خلاص ايجبها هي كده اصلا الطحينة فيها سعرات كتيرة بلاش ايجبها هي كده هي كده هندخلين بقى على رمضان والناس هتدخن لو رمضان حضرتك كل عمون طيبة بيك بقى الناس بتحتفل بالاكل كتير او بتحتفل يا رمضان يعني اكل انا كده كويس يا شاف انا تمام كده انا عاديلها يا حضرتك اوكي اوكي ودي بقى بتقعد في الفرن قدي يا شاف عايزنا اساعدك فيها يا شاف بتقعد تلت ساعد انا عجبتني لا عايز ساعدك في ايه تاني لا تمام كده هي كده هندهنة بقى البيض بتاعها طب خلينا انا اضربت هنا طب بس انا عايز اقولك حاجة يا شاف هليف في الاعتراف اوكي انا 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 هلازم بيت هلازم بيت عسى انا لما بيجي طعم البيض في الاكل انا ما بقدرش اكله فممكن لا احنا حضرتك انا بناخدش بيت بيت احنا بناخد فرشة تلميع ما نتعلم اما اكيد في ناس زي لا معي بزيت زتون بزيت زتون اوكي كمان والحاجات دي مهمة حبة البركة وكده في الطعم اه في الطعم ولا دي علشان الشكل لا الشكل عمتا الشكل عشان يبقى شكلها احلى بس يا مغزية اه طبعا اكيد اكيد ويا اكل تكفي فرد تكفي فرد لا اديك فردين لا دي تكفي فرد لا يا شاف حسب اكل الفرد بقى حسب اكل القدام يعني انا اكل بتاع دي كلها استحالة ممكن لا يا شاف ممكن في ناس حضرتك كتير لا يا عندنا الصعدة يبقى كتير كمان لا يا ستاتة هو الربع دي للعيلة كلها يا حرام عليك يا شاف بص يا حضرتك احنا بناخد البيضة بص حضرتك اعمليها كده ماشي اوكي حاولي بتدي الاطارب عشان الاطارب ما ديه ما يتحروقش اوكي انت خليتني احب الطبيخ والله العظيم خليتني احب الطبيخ مهمة قوي يا جماعة ان انتو بجد والله يا شاف يعني ان انتو تتعلموا وتطبخوا من وانتو الصغيرين او والله خطوة ان خصوصا لا بتقليد وحدرتك مشعط وحضرتك مشعطو الفورشة ماشية هي كده الفورشة شايلة باين اواي اوكي دا انا كده ماليت هبيد اوه التي بتقعدت ايه قدتلي الفورشة يا شاف تيلت ساعة طيب انا لو دي بتطلع من محمصة كده محمصة وا ا قرميشة عايزايا حضرتك طرية أه لو عايزايها طرية بس تبقى مدد ال لو عايزها طريقا بغضيها بعد ما تطلع بالفرن تتغطى هنحط كده بقى حبة البركة احط حبة البركة معك انا احسن كده رشة كده ايوة وبعد كده ناخده انا خايفة على الطب كده انا اتحبه كمان اوكي اندخلها في الفرن انا حضرتك دول التزين طب شاف سؤال الفرن لازم يكون سخنة قبل ما بندخله اه بيكون على درجة حرارة 150 طب هل لو لو درجة الحرارة مش مظبوطة هل دي بتأثر على الاكل تأثر ما يستميش كويس فيه اكل بياخد نار علي فيه اكل بياخد نار متوسط فيها اكل بياخد نار ضعيفة فكل نوعية اكل لها نار معينة اوكي بيعمل ايه في الاكل نار ما بتبقاش مستوية من جوه كويس لا متبقاش مستوية وممكن عدريتك الديل بتاعها ما يستويش كويس الوش يحمر والديل ما سعيد لازم اصبط النار فوق وتحت علشان اطلع الحاجة فرزاشة اوكي ودي اشاف قلت قلت النار تبقى على درجة ايه درجة 150 150 كده هي خلصت اندخلها الفورن اي عجين يا شاب بيبقى نفس درجة حركة الفورني او بعمل مثل حاجة مسكرة كده ولا كل حاجة لها طريقتها كل حاجة ولها طريقتها والعجينة دي لازم تاخد سكر في العجين بتاعها اوكي ليه السكر بيتفاعل مع الخميرة خلتها اطلع بسرعة وزرإ ملح الزهرت ملح اه ملح الزهرت ولبن خالي الدسام ولبن خالي دقة اولا الي عايز gì سبحث تاني أحط كامل الدسم اعلى とكر انا عمري ما بحس بفرق لما بطبخ بكامل الدسم او خالي الدسم فيها جماعة اخلوا خالي الدسم انا ما بحسش بفرق في الطعم خالص حضرتك هي اللبن سبحان الله وتعالى هو نوع واحد بس من منزوع الدسم اللي هو بيروح للمعامل ويتفرغ منه الزبدة والقشطة والكلام فبالتالي اللبن بيطلع انه ده خلي الدسم انما اللبن اللي هو فيه بحتفظ بقشطته وبحاجته ده اللي كامل الدسم ده آه فأصدق ايه أصدق علشان كده ما بحسش بالفرق يعني؟ لا أنا ما بحسش أنا بقولك أنا ما بحسش بالفرق يعني طبقت بكامل الدسم أو خالي الدسم ما بحسش بفرق والله ما بحس بفرق ما ما تحسيش حقيقة بالفرق لها طب شافت دينا تبس كده عن العجينة ازاي تبقى يعني فرش ما تبقاش مكتومة كده العجينة لازم تاخد الحاجة اللي أنا قلتعها حضرتك عليها تاخد خميرة تاخد معلقة سكر تاخد زرة ملح وتاخد بيضة وتاخد لبن خالي الدسم ونص كباية زيت زتون أوكي وتاخد وتخش العجان وتطلع تستنى برا من في الصيف تقعد نص ساعة في الشتاء تقعد ساعة ساعة تاختمر بعد كده بنبتدي نضغط عليها نفضل هوا اللي فيها تلقى العجينة زي حضرتك لينة زي كده معاك لأن العجينة دي ممكن تبوز الطبخة يعني ممكن 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 يتكتم توس ما تفرقيش بين العجينة بتاعة دي أو بالعجينة بتاع العجينة بالزبط بالزبط تلاقة مكتومة بالزبط إنما العجينة دي علشان الرسم اللي احنا حطيناها فيها بيفتح مسام اللقمة من جوه هي فنة طب شافت ورينا هي دي هي استحالها تكون خلصت دي نشوف زي البيتزا زي البيتزا بالزبط طب تقطعها بقى كده يا شاف كده نقطعها كده وبنشوف شاف اللي بيقول لي أول حلقة تاكلها كلها إزاي بس يا شاف يعني زي البيتزا يعني أنا عرف ناس بسم الله ما شاء الله بيأكلوا اتنين بيأكلوا اتنين بيأكلوا اتنين منها دي تبقى حلوة قوي على فكرة في العزايم كمان طبعا طبعا حاجة مختلفة أنا أول مرة بس أنا مش يعني أنت ليسا متى حواوشي اسكندراني هي دي ممكن ببيتزا باللحمة اللي تشاهروا بيها بتوع اسكندريا بتوع اسكندريا بتوع اسكندريا عشان بيجيبوا نظام الأفران جميلة حلوة بجد يا شاف عامر يعني والله يعني كل مرة بتعلم حاجات أكتر وأكتر منك ودي علشان تبقى على الصفر يا جماعة والدورة هي ودي حضرتك اللي هي شوف الحشو بتاعها شكلها بجد انت شاطر يا شاف عامر انت شاطر يا شاف عامر بجد شاف عامر حقيب أشكرك جدا جدا كل مرة بتقدم لنا حاجات أحلى وأحلى وهشوفك بكرة أكيد صح يا شاف أكيد هشوفك بكرة هنعمل بكرة يا شاف هنعمل بكرة فخارة الشدق بالله جهزوا نفسكم يا جماعة بجد بشكركم على حضوركم للبرنامج لأسف كل فقرات وخلصة النهاردة ياريت بجد بجد يكون عجبكم البرنامج تواصلوا معي أكتر صفحات فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، أمينة شلبية قولولي يا جماعة زي ما كنت دايما بتقولولي نفسكم في إيه الفقرات الحالة وإيه الفقرات اللي مش عجباكم نغير إيه نجيب مين نستنياكم أقول لكم باي باي واشوفكم بكرة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة